ولكن في حالة احنا مش هنحسبها الستة ولكن عايزين نقول فيها كلام مهم جدا للجنة الحكام نطلع ونشوف الحالة عندما تعقل بصغير لعبة اكرم توفيق كابتن سمير الله بص يا كابتن انا في اللعبة دي من اللعبة الصعبة جدا لو في يعني زاوية خلف المرمى هي اللي تقدر تديني الكرار اللي انا قدر اقول ان فيه ركل الجزاء او عدم وجود ركل الجزاء انا كحاكم بلعب اللحكتين رؤية واضحة وبعد كده ري اكشن بتاع اللعب الحاكم لازم يعني فهم قانون كرة القدم انا عندي هنا اكرم توفيق مع الكرة بعد كده لعب فيوتشر داخل جامد داخل جامد بسا فين التفاصيل اللعبة مش باينة فطالما مش باينة لا يمكن هدي كرار فيها علاوة ان اكرم الا اذا الحاكم في الملعب او حاكم او واحد طيب كده حاطت كاميرا كاميرا تلمعب ورا الجول المخرجي بخلاص ننظر نشوفها كابتش الناو بقى نفسك بص كابتن هتلاقي الكرة بايت فين الكرة بايت فين جاتي يعني جنبه يعني اللعيد متعرفش يعني الصورة مش حالة اي وانا قلت كان ده بايت الكرة وراه ما اعتبروا انه التحام عادي لكن الصورة ما تخدمش ده انا اقول بقى حالة زي دي هنمشي مع القرار للحاكم لو احتسب نعم كنا هنقايد قرار لو بنال تحت وافق لو مش بنال تحت وافق لان هو شايف تمام كابتن عصا نفس الكلام يا كابتن لان التحليل بيعتمد على صور نعم بدون صورة واضحة ما نقدرش نقول هناك راكل الجزاء حتى الرياكشن زي ما قال كابتن الرياكشن اكرم توفيق ادى ادى سك براء احنا ما حطناهاش كسادس حالة تضرر منها الأقلي عشانه بعد نفس المبدأ اللي حطناه معاكم ان لازم نكون بنستاد رأي خبير تحكيم ولكن عندها رسالة مهمة جدا كان سبب موافقة الكل واجتماعه على فكرة انها مش راكل الجزاء ان الصورة مش باينة وانها فيه الصورة من ورق جون طب نعرض الصورة دي ونشوف الصورة دي هل هي من ورق جون ولا لا ادي صورة من ورق جون بتوضح بشكل كامل ان لعب فيوتشار بيعترض مصار اكرم توفيق والصورة دي لو كانت اعترضت كانت ممكن تكون الحالة الستة لان كان تحليل اللعبة هيختلف تماما الصورة دي بس حابين نوضح مش من مصور او من موقع دي صورة من البس وصورة اتعرضت على قناة اون تايم سبورس في برنامج الدرجة الثالثة للزميل ابراهيم فاي ولكن كان الكابتن سامير واسمون بيدور على حد طيب جبنا له الحد الطيب وجبنا له الصورة اللي من وراء المرمى نتمنى يتناولها في فقرة فار روم لان دي رقل الجزاء من وجهة نظري لا تقبل الجدال واعتقد فكرة ان الكابتن محمد الحنفي تواجده في الملعب المفترض تكون لعبي النادي الالي يتمتعه ببعض انا اسف يعني نقطة من الزكاء اكرم كان حريص جدا لانه يقوم بسرعة الكلام ده لو في اي في اي دوري اخر حتى لو انت قمت هيراجع الفار وهيقول رقل الجزاء لكن لما يكون الكابتن محمد الحنفي في الملعب اكرم لما يدخل كريم ندفد باللغة المدفعين بايع نفسه اشتري منه لان دي عرقلة واضحة وصريحة ورقل الجزاء والقرة بعيد خالص عن متناول كريم ندفد في مباراة انتهت بالتعادل واحد واحد شايفك مش قاعد عايز تولي حاجة لا اكرم سيب محمد الحنفي يتأرجز عليه دي لحاجة والله يسابه يتأرجز عليه